قرية بها شيخ حكيم كان أهل القرية يستشيرونه في أمورهم وفي أحد الأيام ذهب إليه فلاح كان لا يصلي مع أهل القرية بالمسجد وقال له بحزن لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان يساعدني على حرث أرضي أليس ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي قال الشيخ وما أدراك قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب وتذكر دائما قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عاد الفلاح لبيته وأخبر أهله أن الشيخ قد جن فكيف لا يقر بأن ما حدث لي هو أسوأ شيء وفي اليوم ذاته شاهد الفلاح حصانا قويا بالقرب من مزرعته فقام باستياده ليحل محل الثور وقد كانت سعادة الفلاح بالغة حيث أنه لم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل وما كان من الفلاح إلا أن عاد للشيخ وقدم إليه أسفه قائلا لقد كنت محقا أيها الشيخ فإن فقداني للثور لم يكن أسوأ شيء لقد كانت نعمة لم أستطع فهمها ولابد أنك توافقني على أن مجيء الحصان هو أفضل شيء حدث لي أجاب الشيخ وما أدراك؟ قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب فقال الفلاح في نفسه لابد أن الشيخ فقد صوابه مرة أخرى وبعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق الحصان فكسرت ساقه ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الشيخ وقال له كيف عرفت أن استيادي للحصان لم يكن أمرا جيدا لقد كنت على صواب فلقد جرح ابني ولن يتمكن من مساعدتي في الحصاد وهذه المرة أنا على يقين بأن هذا هو أسوأ شيء حدث لي نظر الشيخ إلى الفلاح وقال وما أدراك؟ قل الحمد لله دائما فأنت لا تعلم الغيب استشاط الفلاح غضبا من كلام الشيخ وفي اليوم التالي جاء أمر من الجيش باستقدام جميع الشباب القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت بالأمس وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يذهب بسبب ساقه المكسورة ومن هنا كتبت له الحياة في حين أصبح مصير الباقين مجهولة فذهب الفلاح إلى الشيخ داخل المسجد لأول مرة وقال له معتذرا الآن فهمت أن كل الأمور خير لنا إذا ابتلينا بمصيبة وصبرنا كان خيرا لنا وإذا ابتلينا بنعمة وشكرنا كان خيرا لنا وعلينا أن نحمد الله في كل الأمور فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم يدير هذا الكون بعلمه ورحمته أيضا لأنه أرحم الراحمين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اشتركوا في القناة